السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اليوم هو الخامس والعشرين هو الخامس والعشرون من فبراير لعام 2012 وهو اليوم الوطني لدولة الكويت وغدا هو يوم التحرير فنحن في هذه الأيام نعيش أياما وطنية يعيشها كل وطن وكل مواطن في العالم العربي بل في العالم أجمع وللأوطان منزلة خاصة لدينا في ثقافتنا العربية الإسلامية والوطن في اللغة هو مسكنك الذي تسكن فيه يعني الأرض التي تتوطنها سواء ولدت فيها أم لم تولد كما يعرف ذلك القواميس يعني أنا شفت أكثر من قاموس يعرف الوطن بأنه الأرض التي سكنتها سواء ولدت فيها أم لم تولد بمعنى أن استحقاق الوطن سيكون واجبا عليك متى ما صار بينك وبين الأرض صلة صلة سكنة بغض النظر أولدت أم لم تولد في هذه الأرض وهذا طبعا يعطي مفهوم واسع وشامل ويحمل الناس مسؤولياته امتجاه المكان اللي يعيشون فيه الوطن في معنى آخر طبعا الوطن عزيز وغالي وغالي جدا لأن الله عز وجل لما عاقب بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أي أنه لو أن المنافقين يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أننا أمرنا هؤلاء المنافقين في المدينة اختبرناهم كما اختبرنا بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم يعني يخرجون للجهاد أو يعني أو ينتحرون عندما يقومون لأن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل الله حكم عليهم بأن يقتلوا أنفسهم أو خرجوا من دياركم أو قلنا لهم خرجوا هجرة غادروا البلاد لما فعلوه لأنهما أمران شاقاني ومتكافئان كما يقول رشيد رضة في المنار في تفسيره المنار يقول أن الروح مسكنها الجسم والجسم مسكنه الوطن فهما متلازمان يعني شبه سكنة الروح في الجسد كسكنة الجسد في الوطن وذلك الله سبحانه وتعالى اعتبرهما عقوبتان متوازنتان متوازيتان قويتان لمن قسم عليه تلك العقوبة يعني مغادرة الأوطان كخروج الروح لدى من يحب وطنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة خاطبها وقال لو لا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أنا من الناس اللي عشت كما عاش غيري في فترة الضراب الفكري لمنطقتنا عندما اعتبرت الوطنية في يوم من الأيام أمر نشاز ناس قالوا أنها ضد القومية وناس قالوا أنها ضد الدين وناس قالوا ضد العولمة ويعني حوصرت الوطنية في يوم من الأيام ولكن الحقيقة أن الوطنية هي أمر فطري الوطنية هي أمر فطري والوطنية باختصار شديد هي المعاني التي تحقق الأمن للإنسان يعني يقول نبساً سلم من أصبح وفي رواية من باته من أصبح منكم آمناً في سربه هذا نص الحديث اللي موجود عندي وفي رواية أخرى فيها زيادات أو اختلافات بسيطة لكن المعنى واحد من أصبح منكم معافاً في سربه أي في موقع سكناه وفي قومه وفي وطنه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وفي رواية حيزت له الدنيا بحذافيرها الوطن عندما يحقق لك حاجاتك وعندما فإنك ستكون آمناً والعكس صحيح عندما تكون في وطن يكثر فيه الخوف والشك والطعن والاضطراب والخوف من المؤامرات وتشاكس القوى في داخله وغلبة العنصرية لدى قوم والطائفية لدى آخرين والقبلية الجاهلية وليس القبلية بمعناها اللي هو افتخار بالأصل كلنا لها له أصل وليفتقر به ولكن عندما تتحول هذه المسائل كلها من تعنصر لأهلي أو طائفية لمذهبي تبعد الآخرين وتقصيهم أو تعصب قبلي يقصي الآخرين ويبعدهم فإننا دخلنا في الخوف وتحول الوطن إلى منطقة قلق الوطن الأصل فيه أن تشبع فيه الحاجات من أمن في السرب وإشباع وصحة وكأنما هذا الحديث يشير لنا إلى أن الوطن نتوقع منه أو نتوقع معه أو نتوقع فيه أن تتحقق لنا حاجات أنا حاولت أحصر بعض هذه الحاجات أنا أعتقد أن الوطن الذي يوفر الأمن هو الوطن الذي تشعر فيه بأنك مستقر نفسيا تكون فيه نظام يحافظ على الأرواح من الانتهاك وعلى الأعراض من التعدي وعلى الأموال من السرقة وعلى العقول من الإتلاف إما بمسكر أو بفكر مفسد وعلى الهوية العامة من أن تجتالها الغوائل الفرنسيون عندما تنادوا وتبعهم الأوروبيين بعد ذلك الأوروبيون جميعا محاربة النقاب أو الحجاب أو الشعائر الدينية التي تختلف عن دينهم وهم دولة علمانية تصور لما؟ لأنهم شعروا بتهديد أنموذج أو هوية بدأت تفشو في وسط المجتمع فقالوا لحظة شوي تقف هذه الهوية أنا أثبت لهم هذا الحق مع أني أنا مسلم وأرجو أتمنى أشتهي أن تكون بلادنا عندها نفس الحمية لهويتها فتحمي معتقدها وسلوكها من أن يتحدى في الشارع يعني أنا أشعر بالخوف الشديد عندما أخرج وأنا الرجل المسلم ذو الهوية المحددة المعالم في مظهري وفي مخبري وأجد هذه الهوية تتحدى دون أن يجي واحد يقول لها لحظة شوي أنت قاعد التحدين في عقائدنا والتحدين في سلوكنا تتحدى من قبل أبناء وبنات وخارجين ومارقين وبدأ الحرية بدأ الحرية وأقول أنه مما يسبب الأمن في الأوطان أنك تحفظ هذه جميعا الأموال الأرواح العقول الأعراض والهوية هناك دول وضعت تساتير وقننت عملية حماية هذه جميعا وهناك دول تركت المسائل للعرف للممارسة العامة ولكن أقول أن الأوطان مطلوب منها أن تحفظ هويتها في شيء عندنا نسمي التعليم العام تعليم العام يعني تعليم السلوك المرغوب الذي يخرج لنا الهوية المرتضة الأصل في التعليم العام أن يطلع مواطنين القواسم المشتركة لهم واحدة الأرضية مشتركة بغض النظر سوى أن كانوا سنة أو شيعة قبليين أو شعوبا وقبائل كما قال الله سبحانه وتعالى الجميع يلتزم بهذه الأرضية العامة دور التعليم العام هو كسر الحواجز التي تقيمها البيوت أحيانا لما يسألني ابني ويقول لي يبا شن يعني شيعة شن يعني قبائل شن يعني حضر شن يعني بدو علي أن أكون إن كنت والدا كويتيا أو سعوديا أو إماراتيا أو بحرينيا أن يكون جوابي جوابا فيه أمن وطني فيه أمن وطني عندما يكون الوطن كحارة كل من إيده إله كعلى رأي غوار طوش وكل يربي أبنائه على سلوك هو حدده واعتبره سلوك مرغوب إحنا طلع لنا جار بالقرعة يحجز بيننا وبينه جدار أنا ربي أولادي شكل وهي ربي أولادي شكل لا نفاجأ بكرة إذا وجدنا أن الكراهية قد عمت الشارع اليوم تويتر فضحنا تويتر سوى في أي ظاهرة في أي أمر تشجيعك لنادي أو حبك لمنتج معين أكو شي يسمونه الموقف النفسي موقفك النفسي من الآخر سني شيعي قبلي حضري موقفك النفسي من الآخر فيه ثلاث أبعاد وإحنا نتكلم الآن شي يسمونه social psychology يعني علم نفسي الاجتماعي في علم نفسي الاجتماعي أي موقف نفسي أي موقف نفسي فيه ثلاث أبعاد البعد الأول الحب والكراهية الحب والكراهية يعني الآن لما أقول أنا كلمة غزو عراقي بعض يزعل يقولك لا تقولها الكلمة ليش؟ لأنه يعني هما يرى غزو الكويتون يرون غزو لما نتكلم عن كلمة إسرائيل إسرائيل كلمة محملة بمشاعر معينة عندي أنا كمسلم لكن لما أقولك إسرائيل صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله يعقوب حتشوف مشاعرك تحولت من البغض إلى الحب الاتجاه فيه بعد شعوري حب كراهية فيه أيضا بعد قناعة ليش أنا ما أحب كلمة إسرائيل لأنها دولة غاصبة ومعتدية وا 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 ليش أنا ما أحب كلمة غزو لأنه كذا 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 عندي تبرير عقلي إذن هذا الموقف الثاني أو الجزء الثاني من الموقف النفسي الاتيتيوت يسمى الاتيتيوت حب كراهية فهم ليش أنا أحب وكره وعادة هذان الشيئان موجودان في نفسنا يعني تقول لي أي شيء أنا قد ساوي حد يزعل عليه من الجماعة تاريخيا أنا قد ساوي ولعبت لعبة معينة في القادسي أنا كنت سباح في القادسي فالحد يلومني لما يذكرني العربي مثلا أم لايز حد يزعل عليه فالموقف النفسي أن العربي خصوا من التاريخيين وليش لأن إحنا كذا وانتمينا لكن أكو جزء في الاتجاه النفسي عادة أن يتأخر وهو الجزء السلوكي يعني أني أطلع مثلا وتظاهر ضد العربي أو أقف مثلا في المدرج وأصرح بأن يعني في هتافات مناوئة للعربي عادة أن الجزء السلوكي في الاتجاه يتأخر يعني أنا ممكن ما أحبك ممكن مقتنع تماما ليش ما أحبك بس أجاملك ليش؟ بدنا نعيش بدنا نعيش فشي سوي أنت جامل أنا ما أحبك كنت ما تحبني بس إحنا أنت جامل وسير عليك وسير عليك متى تصير الفضيحة؟ تصير الفضيحة عندما يزداد الضغط يزداد الضغط يزداد الضغط مثل ما حصل في بعض الدول تبدأ تظهر الوجه القبيح للاتجاه وهو المواجهة السلوكية تويتر اليوم بسبب أن أعطى الحرية للجميع طلع لنا الحقيقة وساء الاتصال المباشرة أخرجت ما في النفوس ولعل هذا التضح في الانتخابات الأخيرة أصبح عندنا نحن في الكويت حتى ما أقحم مشاهدي الآخر والأمر الحبل على الجرار يعني دول الربيع العربي يعني كذلك وهذه الضارة ستكون طالما في تويتر مكنونات النفوس راح يطلع بره فمعناها راح تطلع بره المكنونات ما في النفوس راح يطلع بره فمعناها راح يكون عندي حب وقناعة حب أو كراهية وقناعة ليش هالحب والكراهية موجودة ثم سلوك مباشر مباشرة في الإفصاح هذه المباشرة في الإفصاح فرزة الشعب فرزة الشعوب فرزة الشعوب بشكل مخيف ولكن مطمئن بالنسبة لي تعرفون ليش؟ لأنه ما عاد في شيء غضة والانتخابات أنا شبهتها في السابق الانتخابات شبهتها في السابق مثل التحليل التحليل اللي تسويه دورياً عند الطبيب عندما يقول لك الطبيب والله عندك هالأمراض أنت بتهتز شوية ولكن تقول الحمد لله أني عرفت أن عندي هذه الأمراض حتى أعرف عالجها إذن السوشال ميديا أو الإعلام المجتمعي اللي اليوم قبل مارسة طلع علينا خبايا النفوس وفرز لنا التفاصيل البغضاء والشحناء داخل الوطن ولذلك علينا أن نتعامل مع ذلك بذكاء فاصل ثم نعود للوطن في أصولنا الإسلامية معنيان يقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فاعتبر أن المعارك أو المواقع التي حصلت فيها المعارك مواطن الموطن بمعنى المكان لكن المعنى العجيب الذي ورد في الأصول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إن معه يقولوا أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ولكن وطنوا أنفسكم وطنوا أنفسكم يعني ما معنى ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التزموا وثبتوا قيمكم وانضبطوا بها بحيث لو خالفكم الناس تستمرون أنتم على ما أنتم عليه هذا أعطى عمق وبعد جديد للوطن وللمواطنة الصالحة المواطنة الصالحة هي الالتزام بالمثل والقيم واحترام النفس واحترام الذات ومعاملتها بكل مغالات ورفعة بحيث أنه هذه مواصفات المواطنة الصالحة هذا الذي الوطن في نهاية الأمر يختزل في النفس الصالحة فيصبح وطنك هو ذاتك العلية وطنك الأول فإذا ما صلحت في وطنك الأول ومن جانبك في وطنك الأكبر والعكس صحيح عندما يفسد تفسد طويتك وتصبح إمعة أو تصبح مؤذيا مخالفا لقيمك ولقيم مجتمعك فأنت لم توطن نفسك وبتالي أنت غير آمن في الوطن الأكبر مفهوم نستشفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التوطين يبدأ أولا في الذات التوطين يبدأ في الذات عندما تجي أنت وتعرف الحق تماما وتلتزم به ستكون مواطنا صالحا ستكون مواطنا صالحا مهما كانت هويتك ستكون خيرا حتى لو خالفت الناس في دينهم وفي أعرافهم حتى لو جدت في مكان أنت فيه أقلية والناس فيه أكثرية يخالفونك في مذهب أو يخالفونك في الدين أنت بمعيارنا أنت مواطن صالح مواطن صالح بهالقضية أنك أنت ما تؤذي تقيم الحق على نفسك فالتوطين الحقيقي هو أن تبدأ بنفسك وأن تلزمها الصواب نحن نريد أن نعيش في هذه الأرض ونعيش بأمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة كان تاج الملك يشك لعبد الله أبي بن سلول ولذلك رئيس المنافقين لأنه بزعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سحب من البساط حاشاه صلى الله عليه وسلم كان هو أمير المسلمين صلى الله عليه وسلم فاعتبر عبد الله بن أبي بن سلول وأضمر ذلك كراهية ومؤامرات وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت كان في يهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعمل معاهده معاهدة التعايش معاهدة وطانية في المدينة المنورة حتى نعيش لأن اللي ما يسكن في الأرض ما يقدر يثمر يعني ما يمكن لمواطن يشعر بخلل في إشباع حاجاته الأساسية الأمنية المعرفية الاجتماعية التموينية ما يمكن لأن يركض يجب أن يشبع هذه الحاجات حتى يتمكن من الإنتاج نحن اليوم في مجتمعات تعج بالتصورات والمخالفة الاختلاف قصدي السؤال الذي يجب أن يطرح وهو سؤال بداي للأسف الشديد هل مطلوب مني علشان آمن آنا آمن حتى أجد أرتاح أن ألغي الآخر أن أقصيه أن أبعده بدعوة أن اللي معلدينك ما يعينك أم أن هناك صيغة أخرى عاقلة للتعايش نسمع نورة تفضلي يا نورة السلام عليكم تفضلي الله يعافيك دكتور أنا عندي موضوع شوي خاص صيني يعني في الوطن؟ في الوطن والمواطنة بنتي؟ لا 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 موضوع لا أنا ودي اليوم نتكلم في الوطن المواطنة ما عليه أنا موكن يعني بكتورة محتاجة يعني محتاج أن يتكلمك بهذه القضوة حاضر بعد الحلقة أكلمتش أنا بعد الحلقة أكلمتش أنا أنا أبي أتكلم يوم عن الوطن والمواطن أرجو من الجميع ممن يتصلون أن يتكلم في هذا الموضوع اليوم سامحني يا نورة أنا راح أكلمتش بعد الحلقة الكنترول وأرجو أنه ما حد يتصل في قضايا خاصة لأنه إحنا ودنا هذا الموضوع يعني نتكلم فيه اليوم وهذه مناسبته معاي فما علي سامحني يا نورة راح أكلمتش إن شاء الله حتى ما يضع إن شاء الله مكالمتش هباء وطيب إذن الحين أكو شيء داخل الوطن هناك مدافعة يعني أنا ممكن أختلف معك ولكنني أجي أنا عندي قضيتي وإنت عند قضيتك أنا أشعر بأني أنا ما يعني أخذت حقي كما يعني أراه لنفسي هذا مشروع المدافعة في داخل الوطن مشروعة واشتراط أن المقابل يجب أن يكون معاي مئة في المئة هذا غلط هذا غلط سمعوا هذه الحكاية التي يرويها يقوت الحموي من أحداث 617 هجري 617 يعني بعد جلاء الصليبيين وقضاء صلاح الدين عليهم يقول قدمت إلى بلد يقال لها الري سمعوا قدمت إلى بلد يقال لها الري تنشر الري الري هي طهران حاليا عاصمة إيران يقول فإذا الجبال فيها كهوف والبيوت محروقة والأرض ممحوقة بالكامل فوجدت أكثرها خرابا فسألت عقلاءها عن السبب فقيل لي أجابوني بأن هناك كان في المدينة ثلاث طوائف شيعة وأحناف وشافعية فبغى بعض الشيعة على بعض الأحناف يعني مما يصير فرجان تهاوشت فناصر الشافعية الأحناف فتظاهروا أو ظهروا على الشيعة فمشوا الشيعة مشوهم من بقى الأحناف والشافعية وكان الشافعية أكثرية فاختلف الأحناف والشافعية فقضى الشافعية على الأحناف وحرقت الديار وحل البوار وهذا الذي تراه هو بقية الشافعية في هذه الأراضي هذه من رواية ياقوت الحموي في معجم البلدان الإقصاء نتيجته الخراب والحرق ومن تصور كصورة نموذجية في باله أنه لن يستهب لنا أمن ولن نرتاح ألين نصير نصف الحال تصير صافية كلها حنطة دون شعير ساعة يقولون صافي أو مصافي بعض هاي الرضع شلون الوضع؟ قالوا له لا أنا مرة عند جماعة فقال واحدة سولف يالربع ترى عندي سالفة قالوا له مهنة لا صديج ولد عم وكان يقول سالفته فلما طلعنا قال لي صاحبي اللي أنا جاي معه قال تهقف لان قال صاحبي سالفته الله مدري شلنا قال قال لا لا نبهوه قالوا الذي يربع لك ترى فيه صديج لا سولف هذه الأجندات الخاصة بالمجاميع أنا ما عندي مانع أنا أقول أني خاصة ولكن عندي مانع أني أرى نفسي أنا وهو أنا اللي سأسلم فقط وأن الآخرين يجب أن يقضى عليهم جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يهودي وكان يلقي عند بيته الكريم صلى الله عليه وسلم كل يوم قمامته يجيب لقمامته يحطها عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث ثم انقطعت القمامة يوم يومين فرسوله صلى الله عليه وسلم طرق الباب عسى ما شر فتح له الولد قال أبوك شفيه قال أبوي مريض قال كل كل بزوره فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني اش دره قال فقدنا شيء صلى الله عليه وسلم القوي ما يهتز ولا يهتم فأسلم اليهودي في الرواية اللي يعني أفهمها شوفوا أساس العيش في الوطن أن تحب ثمرة الإيمان لكل مدعي هي وجود الرحمة في القلب لمن وافقك ولمن خالفك تدري ليش لأن أحدى مهامك هي أن تدعو من خالفك إلى ما تعتقد أنه صح نحن ألا ترون ألا ترون إلى بعضنا أنه يقول أنا والله ودي عندي كلمة طيبة ودي أوصلها لفلان حتى يصير القاسم المشترك أكثر إحنا المسلمين بالذات نحب ندعو غيرنا إلى الدين ليش؟ نحن نبنكثر الصالح نحن نبنكثر أهل الجنة هذه كما أن لك عقيدة غيرك له عقيدة إذن ليش ما يكون الوطن مسابقة وسوق لعرض كل من لديه بضاعة طيبة يعرضها يعرضها للناس وما يصحل للصحيح يعني القناة عندي أنه ما يصحل للصحيح ما يصحل للصحيح لذلك أن نستبدل هذا الشعور القوي والاعتداد بالذات وقوة الذات وتوطين الحق في النفس ثم خروج على هيئة منتجات وتسويق هذا المنتجات بكل خيرية للناس أن نستبدلها بالانغلاق والكراهية والشهوة رغبة الإقصاء أنا أعتقد هذه من المدمرات ومما يهيئ لأي أدو أنه يعبث في مقدراتنا كما سأبين في الفاصل التالي أو بعد الفاصل التالي في القسم الثالث من البرنامج فاصل إن شاء الله ثم نعود قلنا أن تويتر وأن وسائل الإعلام المجتمعية بيّنت لنا عوارنا وخللنا لأن الناس كما تتكلم بلا حواجز منخش وراء المنشن أت كذا اسمه أو تويتر فيلك اسم رمزي تحطه ساعة البعض يحط اسمه صورته وساعة البعض لا يختبئ يخاف لكن في نهاية المطاف طلع كل وصخ النفوس تقرونه اليوم تشوفونا ظهر في الانتخابات قاعد يظهر في تفاعلات الدول اللي حصل فيها خلل يحصل حتى في الدول اللي كان في يوم الأيام التفكير فيها محرم ما عاد فيه هذه التناقضات بالنسبة لي خبر طيب ليش لأن التشخيص نصف العلاج التشخيص هو نصف العلاج إحنا عرفنا خللنا لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه عندما يجي عدونا ويعرف أن عندنا مشكلة طائفية في هذه المنطقة لعب عليها الصليبيين في القرن الحادي عشر الميلادي عندما أقبل الفاطميون والبويهيون وأطبقوا على الخليفة وحبسوه في عام حوالي 450 هجري أو 450 هجري وحبسوه في تكريت لمدة أسبوع تمهيدا لإعدامه الخليفة العباسي يعني ما يوم من عبث يعني يعني عندما يجي خصم عدوك ويعرف أن أنت أم فيك تناقض طائفي ويلعب هذه الورقة هذا أنا ما ليشغل فيه يعني أنا ما ليو مال هذه خططة أنا خططي شنهي أنتظر الذبح يعني أنا بسأل يعني كأم فيها طوائف يعني أما أنا اللي نزيف الدم أن يقف ألا يوجد عندنا يعني عقل يدعونا إلى أن نتفاهم كطوائف وكملل ونحل كما تفاهمت أوروبا كما تفاهم الصينيون كما تفاهم الأسيويون من قال أنهم كنوا برنق واحد ولا شكلوا حتى اللغات مختلفة ومع ذلك شكلوا اتحادات وكيانات اقتصادية هائلة وصنعوا شيئا للتاريخ أعتقد أن أنا الآوان اليوم أن نفكر بعقلية تختلف عن عقلية خذوف غلو إلى أن نتفاهم على الكلمة السواء الكلمة السواء وأن نتعاون فيما اتفقنا عليه واللي اختلفنا عليه له كفر وإيمان خاصة أن الله عز وجل قال فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن إنا عتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرات ديقوها أنت مسلم كافر اليوم ما عندي أنا أنا في وطني في وطني اليوم أنا أقول لك اسمع هذه القواسم اللي تعيشني بأمان أنا ولدي وأنت ولدك وتعال كل مننا ليكون حاذقا في عرض بضاعته عرض خلقه تعرف شو معنى لما نصير مجتمع فيه خلق واحترام للآخر هذه كنا نعيشها أنا عشتها أنا عشتها في لما كنت في الجامع أنا والله ما نعرف لا نعرف لا طواعف كنا نقدم أفضل ما لدينا من خلق وقد تفاجع في يوم الأيام أن يجيك المناقذ لك في معتقده ويقول لك والله أنا بتعلم منكم شيء ممكن بسأل عن هالموضوع بدون حساسية أنا شاغلني هالموضوع أنا مقلقني هالموضوع وتبدأ تسأل في أنتو بكل أمن وأمام والجار يحترم الجار ولكم دينكم واليدين دينكم واليدين هذه في المدينة المنورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يهود وفي منافقين وفي مسلمين بيننا عندنا قانون عندنا تعاهد من أخلى بهذا التعاهد وبهذا القانون يحاقب لكن أنا لا لي فضل عليك ولن تلك فضل علي أمام هذا الاتفاق اللي احنا اتفقناه كما هو في ثيقة المدينة المنورة فإذن اليوم يجب أن نرتقي خطوات في مسألة فهم المواطنة لأنه أنا قاعد أشوف أن العدو بعد أن تبينت له التناقضات بدأ يلعب على الورقة الطائفية في المنطقة بالذات وعلى الورقة العنصرية في بعض الدول لما؟ لأن الحقيقة عندما أبت الرماح أو العصي إذا اجتمعنا تكسراً وتفرقت فتكسرت أحداً في هذا الوطن الغالي هناك من يستثمر التناقضات وينفق الأموال ينفق الأموال حتى يعمق الجراح ويضع فيها ملح ليش؟ لأنه وطن متحد غير قابل لأن يسرق ماله وتنتهب خيراته وأن يضرب عنفوانه ناس واية ولذلك تحية إكبار وإجلال لهؤلاء الشباب الذين يتحركوا في الانتخابات الأخيرة في الانتخابات الأخيرة وحاربوا الرشوة وأسقطوا المفسدين المدافع كلهم سنتهم شيعتهم قبائلهم حضرهم تحية إجلال لهم لأنه كان هذه المعاني اللي أتكلم عنها واضحة أمامهم إحنا نريد وطن نظيف وفي الوطن نظيف الكل يعيش بأمان فضل يا مسقر السلام عليكم عليكم السلام يا مسقر دكتور الكلام اللي أنت قاعد تقوله هذا إحنا كلنا تربينا عليه وإحنا كنا يعني ساكنين بمنطقة لأهلنا ربونا عليه والله ما كنا نعرف إن هذا شيئي ولا سني ولا تربينا على هذا الشيء الحين أندي إيالي أه ودي يعني من ناحيتي أنا ما ودي يسمع كلمة سني شيعي هذا بدوي هذا حضري فأي حد يتكلم جدا ما أفكر الموضوع عساس لاي لا يسألني هذا شنو بس كعي يسمع هذا الكلام من برة فأبي أحمي يعني أبي ناس ما إحنا تربينا ما بقام بكر حق الكل نعم نعم أبي يصير نفسي بس اللي برة لأن إحنا ما كنا نسمع هذا تحاورين هم ومسقر تسول فيه معاهم أه ولدي ست سنين بس من يسمع هذه الكلمة يسأل هذا شنو يجاوبي يجاوبي هذا الناس لهم حرية في أن يعتقدوا ما يشاءون وبعدين إحنا تسمحي لي يمسقر ما يخالف أحاولش ترى إحنا 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 عندنا مشكلة مع البداوة بس ما عندنا مشكلة مع القبلية يعني القبلية يعني القبلية جزء من التشكيل الاجتماعية إحنا مشكلتنا مع البداوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدى فقد جفى البداوة هي سلوك انتهازي تخريبي للمدنية عاب عليه كتاب الله القرآن الكريم عندما قال العراب وأشد كفرا ونفاقا وأجذر ألا يؤمنوا ألا ألا وأجذر ألا يعلموا حدودة ما أنزل الله هذه اللي هي موجودة احنا اليوم عندنا أنا قد أكون مدني ولكن عندي بداوة شنه اللي هي الاجتراع على النظام البداوة وهذه البداوة مش مربوطة بالقبائل البداوة مربوطة في السلوك الإنساني أي إنسان يبتعد عن النظام المدني ويحاور يخربه بانتهازية أو بواسطة أو بإفساد هذا بدأ يعني ابتعد عن المدنية تمام لكني أنا اليوم مجتمعي هذا تشكيلته أنا عندي قبائل قبائل لها فضل وفضل تاريخي يعني قبائل الكويت هي اللي دافعت عن الكويت يعني جيوش الكويت تاريخيا في الحروب التي دخلتها الكويت يعني أتمنى القبائل في المعظم أنا أتكلم عن 200 سنة سلفت احنا نقول لأيانا والشيعة موجودون اي أنا أنا مغتنحة بهذا الكلام كله بس ما أبي يسمع من بره غير اللي أنا يعني لازم يسمع في 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 مثل أخذ في وصول الصورة قلب لا أنت عندك التصحيم عندك الفلاتر عندك يا ستي الكويت مجتمع هجرات أنا مايخالف بأتكلم عن الكويت عزيزي المشاهد اي 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 احنا مهاجرين ولا فضل لأحد على أحد يعني اللي جاء من أول أو اللي جاء تالي كلهم ألجأهم شي واحد يا خوف يا جوع يعني يا خوف من بطش سياسي يا خوف من جوع وجاء يا رغبة في زيادة رزق وكانوا يقولون هل نجد الكويت كويتك لا قضى ما في بيتك والهند هندك لا قضى ما عندك أكمل رسالة شواضحة يا أختي الكريمة أم صدر وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل أنا سأكمل بس الجماعة يضغطون يقولون أخذ فاصل إن شاء الله سؤال أم صقر كيف أعلم أولادي سلامة الصدر تجاه الآخرين هي أم صقر تقول أنا ما بعرض أولادي لمصطلح شيعي وبدوي وقبيلي ومرة ثانية نقول هذا بلدنا ولا لا نستحي الأمريكان حاولوا أنهم يسوون الصهير أو المعون الملتينج بوت قال لك أنا أصهر الجميع في مكان واحد وطلع الشخصية الأمريكية هذا مو هذا تاريخيا واقع أمريكي يقولون أنهم ما نجحوا ما زال هناك اللي يسمونهم المواد ميراضية تنصهر يعني أنا مثلا أنا مسلم في أمريكا تجيب تقول لي ولا أخذ توست أقولك ما أقدر جيب والله مرتك عندنا بارتي ولا والله ما أقدر أنا عندي التزامي هذا شوية عند الأمريكان يعني يتنافى مع نظرية الملتينج موكس البوت من هو اللي في تقديري نجح أكثر اللي هم الكنديون الكنديون أصحاب نظرية الموزيك إحنا إحنا يبقى جمالنا في اختلافاتنا وتناقضاتنا نحلها عن طريق برلماناتنا ونحلها عن طريق أجنداتنا الخاصة الضمنية لكل فرقة ما يمنع ما يمنع أن يكون عندي أجندات لكل طائفة ولكل تجمع بشري له مصالع ناقشها في الملأ وفي الشمس وفي مؤسسات يعني لها كيانها ومحمية بقانون ومحمية بكل أدوات اللي تتيح لها أن تتنفس بصحة وبسلامة في الموزيك هناك يعلمون الأولاد على عمل ألوان المقصود أنت تشوفه بس أنت في نفس الوقت تقدم للمحبة يعني بينك وبينها هذه الأرض المشتركة وهذه المصالح تمشي إحنا عايشين بساك الله بالخير سلام عليكم كيف حالك شلونك أهاديك وتهاديني ها هداني شيء يختلف أو أختلف أنا يعني باعتقد أنه من غير اللائق عقائديا أني أقبله يعني ممكن أبين له بهدوء أو أخذ وسكت لكني ما يعني لا أوذي عقيدتي مجاملة للآخرين أنا لا أطلب من أحد أن يؤذي عقيدته مجاملة للآخرين سووا الصواب تستحي تقول له أن هذا غلط لا تقول له ولكن هو راح يبين راح يبين مع الوقت يعني أنا أذكر جاري الأمريكي يستانس على بنيتي الصغيرة عمرها سنة ونص يقول مكن تيني يعني تيلة فياثك اليوم مع ها دقعة تبسكوت قلت له شوف أهديت له شيء أكل في رمضان والقيمات هذا قلت له إحنا عندنا مشكلة في الأكل أنه أنت وساعات بعض المأكلات فيها لارد 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 اللي هو شحم الخنزير فأنا إما أنك تطالع أو خلي أنا أودي قبل الموضوع بكل يعني حتى بكى قلت له قال يبكيني صدقك وإن كنت فعلا تبعي إلى العلاقة بك قلت له والله أنا أبي العلاقة فيك بدل ما أحجب بنيتي عنك أو عيالي لا يلعبون مع عيالك لا أنا برسلهم لك ولكن ما يخالف سامحني أبيك تحترم الخصوصية العقائدي يعني وقعدنا جيران سنين وتمينا جيران حتى توفى مات تقليلا وحاول توصلها بعد ما أعتقد أني ممكن يجمعني ويا في الجنة وهذا هو حر يختار أو ما يختار ليش يا أخي مرة ثانية الرحمة هي الثمرة الوحيدة اللي أنا أعرفها لمن ادعى الإيمان لما مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فبكى قيل يا رسول الله هذا يهودي يهودي المدينة قال أعلم نفس انفلتت مني إلى النار يا سلام يا سلام حب لغير المسلم إنعام لكن ضراء عقائدي وولاء لديني ولكن في مسألة المواطنة أنا أفتح لأن أنا داعي أنا أدعو للخير أدعو الناس للخير الذي عندي فإذن أنا يا أم سقر أقول والأخواني وأخواتي إحنا الآن في بلداننا اليوم لنكرس نظرية المزيك ما أنا بن ذو بحد أنا شخصيا أنا من الدعاة إلى أن لا أريد وأن أذيب أحدا فيما أملك أنا أعرض بضعتي اللي بيأخذ يأخذ واللي ما أخذ ما يشوف شر وعسى إن شاء الله متهني في الدنيا ولكن أن أجي وأشترط أقول أم إن صرت مثلي فأنت عدوي إن ما صرت مثلي فأنت عدوي إن ما صرت مثلي فأنت عدو لي لا نعتقد هذا دمار للأوطان وهنيذة الساعة حيكون هنا عندنا قلق عندنا خوف وعندنا تفتت وعندنا عدو يتربص بنا ويلعب على تناقضاتنا ويدمرنا تدميرا عدونا بالنفط قول لن يبلغ النفط لن يبلغ النفط لن يحط لنا حد يخرعنا ذاك الصوب طيب شون يخرعنا شون يحط لنا شرطي في الخليج أحنا فأتكلم فأتكلم كخليجي شون يحط لنا لازم يحط لنا عزيزو هنا وعزيزو هنا النظرية العزيزو تمام فأنا بعتقد الفوت عليه الفرصة بأني أجي وأشتغل على ما أسميه أنا بالوحدة الوطنية التي تسبب الأمن الاجتماعي الأمن في الأوطان لا يأتي إلا بسلامة النواية ومعرفة قدر الذات وتوطين النفس على الحق كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسكم شاكرا لكم إنصاتكم وحسن تفاعلكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر